ذكر الخروج من المنزل وذكر الدخول إلى المنزل السلام عليكم معاكم سعيد بدوي من لينس مارت النهاردة بإذن الله هناخد ذكرين ذكر الخروج من المنزل وذكر الدخول إلى المنزل تبعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وانا خارج من المنزل أقول ايه بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله تاني اقول معايا بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله ده دعاء ممكن تكمل هذا الدعاء الآخر اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل قول معي اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي تاني اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل يعني ان انا اضل من نفسي او حد يسبب لي الضلال او ازل او ازل يعني ازل من الزلل اي الخطأ او حد يجرجرني لهذا الخطأ او ازل او ازل او ازل او اظلم او اظلم يعني اعوذ بك يا رب ان حد يظلمني او انا اظلم حد او اظلم او اظلم او اجهل او يجهل علي الجهل هنا ليس ضد العلم ولكن الجهل هنا معناه السفة والطيش والحمق والعصبية والانفعال بدون داعي او اجهل او اجهل او يجهل علي تمام هنقول الاخر مرة وكرر ورايا اللهم اني اعوذ بك ان اضل او اضل او ازل او ازل او اظلم او اظلم او اجهل او يجهل علي فيقال لك ينادى عليك ان قد هديت وكفيت ووقيت وينادى عليك ان قد هديت وكفيت ووقيت وينادي على شيطان اخر فيقول له كيف بك برجل قد هدي وكفي ووقي يعني ان الله سبحانه وتعالى قد هداه وقد كفاه وقد وقاه واحد ربنا هداه وكفاه ووقاه هل يكون للشيطان سبيل عليه بالطبع لا ذكر دخول المنزل جينا لذكر دخول المنزل بقول ايه وانا دخل المنزل حسب هدي نبينا صلى الله عليه وسلم بقول ايه بسم الله ولجنا يعني دخلنا بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى ربنا وعلى الله ربنا توكلنا ثم ليسلم على اهله لمن في البيت السلام عليكم وفي الصحيح ايضا ان الرجل اذا دخل بيته فذكر الله عند دخوله قال الشيطان لا مبيت لكم اليوم يعني بيكلموا بعض يعني لا مبيت لكم اليوم فاذا ذكر الله عند طعامه قال لا طعام لكم اليوم يعني لا طعام ولا مبيت فهذه اذكار يعني سهلة جدا وبسيطة جدا ولا تأخذ منك تواني معدودة ولكن معظم الناس معظم الناس يتركها اما تهاونا او نسيانا او جهلا ولكن اصيك واوصي نفسي الاستمساك بهذه الاذكار فانها ترتب قلبك وتطيب خاطرك وتجعل بينك وبين الله صلة دائمة وبها يتحقق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال لسانك رطبا بذكر الله اللهم اجعل السنتنا رطبة بذكرك يا ارحم الراحمين اللهم اغفر وارحم كل من ساهم في نشر هذا الدعاء ولوالديه وارزقه اللهم من حيث لا يحتسب واغنه بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن من سواك واستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله مع تحياتي سعيد بدوي